اشتركوا في القناة موافقة مجلس الوزارة وجاء في القرار المادة الأولى يستبدل بنص البند الأول من الفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار رقم 35 لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان النص الآتي وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفق بوزارة العدل والشيون الإسلامية والأوقاف المادة الثانية يضف بند جديد برقم 6 إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار رقم 35 لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ويعاد ترتيب باقي البنود المادة تبعا لذلك كما تضاف فقرة ثالثة إلى ذات المادة نصهما الأتيان مادة 2 الفقرة الأولى بند 6 مدير عام الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية مادة 2 فقرة الثالثة وتختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس وتوكل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة